السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدى عبد رازق استشاري أمراض معدية وجهاز عدمي وكبد أتشرف بوجودي معكم موضوعنا النهاردة عن مرض الزهري وجلسات المسيج في الواقع هذا المرض هو مرض جنسي بينتقل عن طريق العلاقات الجنسية وبالتالي بعض الشباب يتعرض لموقف معين مثلاً عمل زيارة لنادي صحي وعمل جلسة مساج وتعرض في هذه الجلسة لتلامس جسدي والتلامس الجسدي ممكن يؤدي إلى مرض الزهري طبعاً مهم جداً أننا نعرف أن مرض الزهري هو مرض بكتيري الذي تنقله بكتيريا اسمها اللولابية الشاحبة وهذا المرض كما قلت لكم ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية وعن طريق التلامس الجسدي وبالتالي الجنس المهبلي والجنس الشرجي والجنس الفموي ينقلوا مرض الزهري وكذلك التلامس الجسدي ينقل مرض الزهري لكن العلاقات العادية أو مثلاً حمامات السباحة أو الحمامات العامة أو أدوات الطعام لا تنقل مرض الزهري هذا المرض له مراحل في المرحلة الأولى تظهر هذه القرحة غير مؤلمة وغير نازفة وتبقى نشفة قليلاً وتظهر في الأماكن الجنسية أو على الأعضاء الجنسية وعلى الفم واللسان وهذه القرحة تقعد عدة أسابيع وبعد ذلك تختفي من تلقاء نفسها وممكن أيضاً يظهر تدخم في الغدد اللمفاوية المجاورة لو المريض لم يأخذ العلاج المناسب ولم تشخص صح ولم يعرف أنه عنده المرحلة الأولى من الزهري ممكن أن ينتقل المريض بعد ذلك للمرحلة الثانية والمرحلة الثانية عبارة عن التهاب في الغدد اللمفاوية في الجسم كله ممكن أن يحدث تدخم في الغدد اللمفاوية في الرقبة أو تحت الإبطين أو أعلى الفغزين ارتفاع في درجة الحرارة، تكسير في الجسم، صداع، آلام في المفاصل، سقوط في الشعر لكن الذي يميز هذه المرحلة هو الطفح الجلدي في طفح جلدي يظهر على الصدر والبطن وهذا الطفح الجلدي يتميز بأنه أيضا يصل إلى باطن القدمين وراحة اليدين طبعا المريض لو لم تشخص مظبوط ولم يعرف أنه دخل في المرحلة الثانية للزهري ولم يرح للطبيب المختص، ممكن أن تمر عليه هذه الأعراض ويدخل بعد ذلك في المرحلة الثالثة وقبل أن يدخل في المرحلة الثالثة في مرحلة اسمها مرحلة الكمون ومرحلة الكمون ممكن تستمر عشر سنوات أو خمستاشر سنة وفيها لا يحدث أعراض إطلاقا على المريض ويعيش حياة طبيعية طبعا هذا المريض لا يعرف أنه سيدخل في مرحلة المضاعفات أو المرحلة الثالثة من مرض الزهري المرحلة الثالثة أو المرحلة الخطيرة التي نعتبرها مرحلة المضاعفات المرض ممكن يتمكن من المخ وبالتالي يحدث نوع من أنواع الخلل العقلي والجنون وممكن يتمكن من النخاع الشوكي وبالتالي يحدث أن هذا المريض يكون عنده صعوبة في المشي وممكن أيضا يصل المرض إلى شرايين القلب يحصل مشاكل في شريان الأورطة أو يحصل مشاكل وضيق في الشرايين التاجية للقلب وبالتالي هذا المريض ممكن يتعرض للوفاء نتيجة مرض الزهري ونتيجة إهماله للعلاج من مرض الزهري في المراحل الأولى كلما تم اكتشاف المرض في المراحل الأولى كلما تم العلاج مبكرا وانتهت المشاكل مع الأسف في هذا المرض ممكن لو لم تعالجت منه تنقله لزوجتك وممكن يحدث أن زوجتك تكون حامل وممكن السيدة الحامل تنقله للجنين ممكن يحصل تشوهات خلقية في الجنين وممكن يحصل بعد كده هو أن هذا الجنين ينتقله المرض ويحصل مثلا إجهاد أو وفاة بعد الولادة أو يستمر هذا الطفل معه المرض ومعه التشوهات الخلقية طبعا أنت مش عملت جريمة بس في حق نفسك أنت عملت جريمة في حق زوجتك عملت جريمة في حق أطفالك وإذا كله من جلسة مساج أنت مش عارف أن هي ممكن تنقلك مرض الزهري كما قلت لكم المرض ممكن ينتقل عن طريق التلامس الجسدي طبعا بالنسبة لهذا المرض التشخيص بتاعه سهل نعمل فحص للدم وبالتالي نعمل الاختبار الأولي اللي هو البيدي أر إل أو الار بي أر ولما يطلع إيجابي نعمل الاختبار التأكيدي اللي هو تي ب إتش اي اي وأول ما بيتم تشخيص المرض عن طريق الطبيب المختص المريض بيبتدي العلاج بتاعه طبعا نحن نفضل حقا البنسلين لأن حقا البنسلين بتدي نتائج ممتازة والمريض بيشفى من المرض الزهري لكن لو في حساسية عند هذا المريض أو الدكتور وجد أن هذا المريض صعب أن يطلبه حقا البنسلين ممكن أن نلجأ للأقراص مثل أقراص الدوكسيسيكلين أو أقراص الأزيسروميسين والدكتور هو المعالج المختص هو الذي يحدد الجرعات المناسبة حسب حالة المريض وحسب طول فترة المرض وطبعا بيحصل متابعة لهذا المريض المتابعة تتم عن طريق اختبار الفيديو أر إيل إنما تبقى إيجابي طوال العمر طبعا مهم جدا أن نتلافى المضاعفات مضاعفات المرض الزهري بالتشخيص المبكر والعلاج المبكر طبعا مهم جدا أن نعالج الزوجة لو مريضة أو الشركاء الجنسيين على أساس ما يحصل عدوى مرة أخرى للمريض طبعا أنا سأقوم بإرسال تقارير طبية لو في أي استفسارات أو إرسال تقارير طبية أهلا وسهلا 02010-2728-4778 أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو وعرفتوا خطورة جلسات المسيج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته